اقر مجلس النواب في وقت متأخر من مساء امس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 باغلبية 57 نائبا من اصل 100 ونائبين اثنين حضروا الجلسة كما اقر المجلس مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته باغلبية 59 نائبا من اصل 92 نائبا واصلوا حضور الجلسة وكان النواب وخلال ثلاثة ايام متتالية ناقشوا قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وعرضوا العديد من القضايا خلال المناقشة المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جورج برهم جلسات طويلة وسعة استماع لكلمات النواب منها منتقد سياسة الحكومة الاقتصادية ومنها ما اشدت بها ومع هذا انتهى الامر ليكافئ النواب رئيس الوزراء وطاقمه الوزري باقرار مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية بعد جلسة وصفت بالماراثونية تأكيداتهم مرارا وتكرارا من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الترونة ان التصويت على الثقة سيكون بعد انتهاء المناقشات الامر الذي لم يكن في الحسبان حتى استقر عدد الحضور من النواب مع بدء التصويت على مشروع قانوني الموازنة والوحدات المستقلة الى 102 نائب بمحصلة غياب 47 نائب تفاوت في طريقة تصويت النواب على المواد بين رفع الاياد او الوقوف ما اثار حفيظة البعض الامر الذي اعتبروه اجراء مخالفا نواب رفضوا التصويت على الموازنة جملة وتفصيلة واسماء نيابية اخرى تأرجحت مواقفها بين منح الثقة احيانا لمواد في القانون وحجبها عن مواد اخرى ولعل ابرز المواد التي شكلت مفترقا بين النواب التصويت على مادة الكهرباء واسماء اخرى اقرت بالموافقة على جميع بنود الموازنة بالمجمل واللفت في الامر ان هناك اسماء تغيبت بشكل كامل عن حضور جلسات مناقشة الموازنة وبعد كل الوعود النيابية من عدم منح الثقة لمشروع الموازنة والوحدات وكل تلك الكلمات النارية التي اتت جميعها في صف المواطن من عدم قبول ميزانية تميزت في اتباع نهج فرض مزيد من الضرائب وتحرير لأسعار المحروقات وفرض كل ذلك الغلاء المعيشي على المواطن ليظهر مشهد اعتاده الاردنيون وهو تهنئة الحكومة بحصولها على الثقة لمشروعي الموازنة والوحدات الحكومية الفقر والبطالة والتضخم والدين وأعباء الموازنة ما زالت تترصد لحكومة الدكتور عبداللنسور ووعود حكومية بالقضاء على جميع ما ذكر إلا أن ثقة المواطن بالحكومة يمكن القول أنها شبه معدومة أو هشة ولكن المواطن دائما بانتظار زوال الهم الاقتصادي عن كاهله بعد أن باته لا يقوى على مزيد من الضغوط والأعباء الاقتصادية المتزايدة جورج برهم رؤية